السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار ولمعرفات تحية طيبة لكم يوم الجمعة الرابع من شهر فيبغواغ 2022 أهم أخبار ألمانيا وهناك أخبار عن الطفل المغربي ريان وأيضا عن الطفل السوري الذي تم اختطافه ويتعرض للأسف إلى التعديب أصدقائي اليوم كنت قد صورت فيديو لآخر أخبار ألمانيا هذا اليوم لكن لم أستطيع أن أنشره لأنه كنت شيئا ما يعني بحالة نفسية متوترة وحزينة بسبب أن الطفل المغربي ريان لم يتم إنقاده بعد الذي سقط قبل أربعة أيام في بئر بشمال المغرب وما زالت محاولات إنقاده مستمرة إلى حد الساعة ونتمنى إن شاء الله أن يأتي الفرج ويتم إنقاده إن شاء الله وأيضا بسبب الفيديو الذي أرسله لأصدقاء لطفل سوري كان يعني نشر هذا الفيديو هذا اليوم بشكل كبير لطفل سوري تم اختطافه منذ مدة وهذا اليوم انتشر خبر اختطافه وكان بالفيديو يتعرض إلى الضرب من مختطفيه وكان الطفل المسكين يبكي وكان حزين ويطلب من مختطفيه يقول لهم مشان الله لا تضربوني وأنا أقول للمختطفين مشان الله أترك هذا الطفل أترك هذا الملاك يرجع إلى أهله الطفل السوري الذي تم اختطافه حسب ما نشر بالصحافة وما قال للأصدقاء السوريين بأنه اختطف بمدينة درعة والمختطفين يطالبون بفيدية 500 مليون ليرة على ما أظن يعني تقريبا 150 ألف دولار يعني 130 ألف يورو هذا الخبرين الخبر الأول للطفل المغربي الذي لم يتم إنقاذه بعد والخبر الثاني للطفل السوري الذي تم اختطافه ويتعرض إلى التعديب وإلى الدل والمهانة كي يقوم أهله بدفع الفيدية صراحة أمور مخجلة ونتمنى السلام لجميع الأطفال وشكرا لكل من يدعو للأطفال وشكرا لتضامنكم مع الطفل رايان المغربي أو التضامن مع هذا الطفل السوري شكرا للجميع شكرا لجميع الأعراق شكرا لجميع الأمازيغ والعرب والكرد والأفارقة والأسيويين والسوريين والألمان والفرنسيين والإسبان وجميع سكان هذا العالم شكرا لجميع الإخوة الإنسانية ولله الحمد وحدتنا مسلمين يدعونا لهذا الطفل بالفرج مسيحيين يهود إيزيديين هندوس بوديين إلى آخر يعني جميع البشرية وجميع الديانات وجميع الأطياف ولله الحمد توحدها الإنسانية وهذا ما يجب أن يوحدنا فكلنا واحد وكلنا بشر وكلنا إنسان الآن سوف نشاهد فيديو آخر أخبار ألمانيا أصدقائي الذي كنت قد صورته لكم هذا اليوم فرجة ممتعة أصدقائي سجلت في الأربعة وعشرين ساعة الأخيرة مئتين وتمانية وأربعون ألف وتمانمائة وتمانية وتلاتون حالة وتوفي مئة وسبعون شخصا عدد الحالات الجديدة لكل مئة ألف نسمة ألف وتلاتمائة وتسعة وأربعون فاصل خمسة أعلنت السلطات الألمانية أنها بدأت الحوار مباشرة مع شركة تيليجرام بخصوص المحتوى الذي يتم نشره هناك وكما أعلنت السلطات الألمانية أن ذلك المحتوى الذي ينشر بتطبيق تيليجرام ينشر الكراهية والتفرقة والبلبلة داخل المجتمع الألماني وفي موقع تيليجرام يتم الاتفاق على تنظيم مظاهرات غير قانونية وغير مسرح لها وتهديد السياسيين بالقتل وسبق أن أعلنت ألمانيا أنه إذا لم يقم تطبيق تيليجرام بواجبه اتجاه مراقبة ما ينشر فإن ألمانيا سوف تفرض على التطبيق غرامات مالية إضافة إلى إمكانية منعه في ألمانيا وأيضا قالت ألمانيا أنها سوف تمارس ضغوطا على شركة جوجل وشركة أبل لحجب تطبيق تيليجرام من متصفحاتها إذا لم يقم تطبيق تيليجرام بوقف نشر الكراهية فيه وشركة تيليجرام التي يوجد مقرها في دبي بالإمارات العربية المتحدة ويملكها الملياردير الروسي قابلت الآن بالحوار مع ألمانيا لكن هل سوف يتوصلون إلى حل؟ هل سوف تقوم شركة تيليجرام بغلق المجموعات التي تنشر فيها أو ينشر فيها محتوى ضد القوانين التي توجد في ألمانيا أو محتوى ينشر الكراهية أو محتوى يشجع على خروج مظاهرات غير قانونية لحد الساعة لا يعرف أيضا كيف ستتعامل الحكومة الألمانية إذا رفضت شركة تيليجرام غلق تلك المجموعة الآن سوف ننتقل إلى موضوع آخر تأزم العلاقة بين ألمانيا وروسيا حيث قامت روسيا بسحب الترخيص للقناة الألمانية دوتش فيلي يعني صوت ألمانيا من التصوير والبت من داخل روسيا يعني أخذوا منها وسحبوا منها الترخيص البت من موسكو وطلبت أيضا روسيا من قناة دوتش فيلي دوتش فيلي صوت ألمانيا بأن تغلق مكتوبها في موسكو هذا الأمر أغضب جدا السياسيين الألمان ومنهم من اتهم روسيا بأنها تقمع وتمنع حرية الصحافة والإعلام جاءت الخطوة من روسيا بعد رفض ألمانيا إعطاء تصريح للقناة الروسية الناطقة بالألمانية روسيا اليوم والتي كانت ترغب أن تحصل على تصريح للبت من داخل ألمانيا قناة روسيا اليوم راشا توداي الناطقة بالألمانية تنال انتقادات من الحكومة الألمانية وتتهمها الحكومة الألمانية بأن هذه القناة تبوت روبا جاندا وتعمل على نشر البلبلة والتفرقة داخل المجتمع الألماني لذلك رفضت ألمانيا السماحة لها بالعمل من داخل برلين ومن بالحصول على ترخيص روسيا ترفض هذه الاتهامات وتقول بأن قناتها قناة روسيا اليوم راشا توداي الناطقة بالألمانية تنقل الأخبار بشكل مغاير على نظرة الدول الغربية للأمور وأنها ترغب قناة روسيا اليوم أن تكون صوتا أن تكون صوتا لروسيا في أوروبا الغربية الآن تأزمت العلاقة اعتبر عدد كبير من الناس في ألمانيا والسياسيين في ألمانيا أن خطوة روسيا بإغلاق مكتب قناة دوتش فيلي صوت ألمانيا ضربة موجعة لحرية الصحافة والإعلام وطلبت أيضا طلب مجموعة كبيرة من السياسيين الألمان من روسيا إعطاء الصحفيين الألمان الترخيص لاستئناف عملهم من داخل موسكو واستئناف نشر الأخبار العالمية والروسية بشكل محايد ودقيق روسيا ترفض وتعمل بمثل المعاملة بالمثل وتقول لهم روسيا اعطوا ترخيصا إلى قناة روسيا اليوم وبذلك روسيا سوف تعطي ترخيصا إلى قناة دوتش فيلي وهذا الأمر يعني عامل غضب كبير في ألمانيا واتهامات إلى روسيا بأن روسيا تقمع الصحافة الحرة وتقمع الصوت الحر للصحفيين أصدقائي لذلك هناك خلافات شديدة حاليا ننتقل إلى موضوع آخر للأسف وبسبب الإهمال الشديد الذي عرفه مرض السرطان في الآوينة الأخيرة لأنه نعرف بأنه في السنتين الأخيرتين كان هناك اهتمام فقط بوباء كورونا خرج تقرير مقلق ومخيف يقول أن هناك دراسة تتوقع ارتفاع نسبة الوفيات بمرض السرطان سنة 2023 نتمنى الشفاء العاجل إن شاء الله لكل من يعاني من السرطان السبب أن مرض السرطان في السنتين الأخيرتين أو مرض السرطان في السنتين الأخيرتين لم يتعرضوا للاهتمام الكافي وهناك من المرضى من كان مرض بالسرطان ولكن للأسف بسبب انشغال المستشفيات وانشغال الحكومة وانشغال الإعلام فقط بوباء كورونا كان هناك إهمال كبير للاهتمام بمرض السرطان الشيء الذي يقول بأنه ممكن أن هناك بعض الناس مصابين بالسرطان ولا يعرفون بأنهم أصيبوا بالسرطان لأنه لا يقومون بتحليل ولا يوجد هناك اهتمام كافي لمرضى السرطان لذلك هناك خوف وقلق كبير أنه في سنة 2023 عندما ترجع الحياة إلى طبيعتها تتفاجأ المستشفيات ويتفاجأ العالم بالعدد الكبير للناس الذين تم إهمالهم في الفترة الأخيرة مرضى السرطان يا رب يا رب الشفاء العاجل لجميع مرضى السرطان ولجميع المرضى وأنصح أصدقائي دائما بالقيام بالفحوصات الطبية والتحاليل الطبية بشكل مستمر نمر إلى آخر موضوع استطلاع للرأي عملة في ألمانيا أظهر مفاجأة كبيرة جدا وصدمة كبيرة للحزب الحاكم حزب سبيدي وصدمة كبيرة لمستشار ألمانيا الذي انخفضت شعبيته وشعبية حزب سبيدي بشكل كبير أصدقائي هذا الاستطلاع للرأي يقول سألوا الألمان إذا جاءتكم الآن فرصة الانتخابات على أي حزب سوف تنتخبون فقط 22% من سكان ألمانيا يقولون سننتخب على الحزب الحاكم حزب سبيدي يعني نقصت شعبية الحزب بناقص 4% بالمقابل حزب تسي دي او و تسي اس او يعني الحزب الذي كانت تنتمي له السيدة ميركل والذي الآن رئيسه الجديد هو السيد ميرتس المليونير الجديد رجعت علاقته جيدة مع حاكم مقاطعة بايرن السيد زودا رئيس حزب تسي اس او ورجعت للحزب الشعبية و27% من الشعب الألماني مستعدين للانتخاب على هذا الحزب يعني زيادة ب4% حزب الخضر 16% الحزب الليبرالي 10% ناقص 1% حزب البديل اليميني المتشدد 12% حزب اليسار 5% و8% مستعدين لانتخاب على أحزاب أخرى أصدقائي أحزاب صغيرة إذن الآن لم يمر سوى تقريبا شهرين على حكم السيد شولتس لكن على ما يبدو بأن شعبية السيد شولتس تنزل وشعبية الحزب الحاكم تنزل أصدقائي كأنه أن هناك مجموعة من الناس يعني لا يتفقون الآن مع التسيير الذي يقوم به السيد شولتس السيد شولتس بطبيعة الحال حاليا لا توجد انتخابات الانتخابات ستكون بعد أربعة سنوات لذلك السيد شولتس ما زال عنده أربع سنوات من الوقت كي يزيد من شعبيته لأنه الآن فقط شهرين وانخفضت شعبية الحزب بنقص أربعة بالمئة وزادت حزب تسي دي او بزائد أربعة بالمئة فيجب على الحزب الحاكم أن يغير شيئا ما من طريقة تفكيره كان هناك أيضا أصدقائي استطلع للرأي حول إجبارية اللقاح سألوا الناس هل أنتم مع إجبارية اللقاحا ضد إجبارية اللقاح 53% يقولون نعم لإجبارية اللقاح لجميع سكان ألمانيا بداية من 18 سنة كما تلاحظون تقريبا نصف سكان ألمانيا مع إجبارية اللقاح لكن 12% يقولون إجبارية اللقاح إذا تمت يجب أن تتم فقط لمن أعمرهم 50 سنة فما فوق و33% وهي نسبة كبيرة جدا تقول لا لإجبارية اللقاح ويرفضون أي شيء اسمه إجبارية كما تلاحظون أصدقائي أحببت وكالعادة نشرت لكم أهم وآخر أخبار ألمانيا بحيادية وبكل استقلالية وبكل مصداقية شكرا لكم شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء